اشتباكات وانفجارات تشهدها عدن بعد أيام من وصول رئيس الحكومة إلى المدينة تنفيذاً لاتفاق الرياضة ففي وقت مبكر من فجر الجمعة استيقظ سكان حي الهاشم في مديرية الشخ عثمان بالعاصمة السياسية المؤقتة عدن على دوي اشتباكات وانفجارات تفيد المصادر المحلية بأنها نجمت عن محاولة جماعة مسلحة مجهولة الهجوم على منزل يقع في هذا الحي ويسكن فيه قائد الحزام الأمني بعدن العميد والضح عمر عبد العزيز الهجوم وفقاً لهذه المصادر نفذ بواسطة القنابل الصوتية والأسلحة المتوسطة والخفيفة ونجم عنه إصابة عدد من المسلحين المهاجمين وقوات من الحزام الأمني الذين تصدر الهجوم فيما اشتعلت النيران في سيارة يعتقد أنها تابعة للمهاجمين لم يصدر بيان رسمي يوضح حقيقة هذا الهجوم ودوافعه في وقت ربط فيه مراقبون بين هذا الحادث وعملية توقيف تهريب أسلحة نوعية تورط فيها قبل ساعات فقط موكب عسكري إماراتي في محافظة شبوى تفاصيل هذه العملية أفاد بها مصر محلي في المحافظة وفيها أن قوات الأمن احتجزت مساء الخميس موكباً تابعاً للقوات الإماراتية في نقطة بن لشدف على المدخل الشمالي الشرقي لمدينة عتق عاصمة المحافظة الموكب التابع للقوات الإماراتية وفقاً للمصدر تحرك من ميناء بالحاف إلى معسكر العلم الواقع بين عتق بالحاف في وقت انتلقت فيه الأجهزة الأمنية بلاغاً عن الموكب وعن نوعية الآليات المصرح لها بالمرور كإجراء روتوني بين المعسكرين لكن أفراد النقطة الأمنية شاهدوا أسلحة وذخائر وصواريخ حرارية وقناصات في إحدى سيارة الموكب ما ضرهم إلى إيقاف هذا الموكب كون هذه الأسلحة لم ترد في البلاغ أفراد النقطة الأمنية واجهوا إصراراً من الضباط الإماراتيين على تمرير الأسلحة لكنهم قاموا بإيقاف الموكب وعدم السماح بمروره بانتظار أمر عمليات من قيادة أمن المحافظة كون الموكب مخالفاً لمواصفات البلاغ العملياتي لدى النقطة الأمنية يأتي ذلك وسط أنباء موثوقة تفيد بأنه جرى استدعاء العشرات من أفراد النخبة الشبوانية إلى معسكر العلم بالتزامن مع تسرب أنباء عن مخطط يهدف إلى تفجير الأوضاع في محافظة الشبوى كل شيء مكشوف هذه المرة في وقت يصر فيه المهيمنون على القرار السياسي والعسكري فيما يسمى بتحالف دعم شرعية على المضي قدماً في تنفيذ السيناريو ذاته الذي أخرج السلطة الشرعية من صنعاء لكن هذه المرة ما من غطاء يحجب حقيقة المؤامرة التي تشكل العنوان الأبرز للتدخل العسكري الواسع لهذا التحالف في اليمن ترجمة نانسي قنقر